من الأسئلة المقلقة للناس إجمالاً أنه هل نتوقع مع زيادة هذه الأعداد اليوم أن نوصل بالإجراءات الاحترازية إلى نقطة منع التجول طبعاً تقدير الحاجة إلى أي مستوى احترازي له جهات و لجان متخصصة تراقب باستمرار وتضع لطرار المناسب ولكن هذا الهاجس الذي موجوده عند المجتمع مقدر و نعرف أنه كلما زادت الأرقام و شافها الناس تبدأ تطلع السوالف اللي بعضها من الروح الجميلة اللي موجودة في المجتمع و بعضها من القلق اللي موجود في المجتمع من أنه بنرجع للحجر و بنرجع لطريقة الحجر و و ما كنا نسوي في الحجر و يستذكرون بعض الأمور اللي كانوا يمارسونها في الحجر ولكن هل إحنا اليوم زي ما كنا في 2020 هل إحنا اليوم زي مارتش و أيبريل 2020 ما قطعنا شوط ما عندنا مكاسب ما عندنا معرفة بالفيروس و كيف نتعامل معه و كيف نصده و كيف نحترز منه و الأهم ما بنينا مناعة مجتمعية كبيرة من خلال اللقاحات و ما ثبت عندنا أن اللقاحات هذه و لله الحمد أن استكمالها تصد و عند تنشيطها و تعزيزها ترد حتى الإصابة و ليس فقط تصد المرض الشديد كلها معلومات ليست فقط موجودة في العلم و المعرفة و موجودة في الجسد و في جسد المجتمع كله بصحته و عافيته لذلك العودة إلى المربعات الأولى مستبعدة جداً مستبعدة بهذا التعبير مستبعدة جداً لأنه عندنا مكاسب كبيرة اليوم و لكن هل نريد أن تصل الأعداد إلى عشرات الآلاف من الإصابات طبعاً لا هل نريد أن يكون عندنا في عناية المركزة مئات طبعاً لا عندنا أطفال لسه ما أخذوا اللقاح اللقاح إن شاء الله مستبشرين أيام و يبدأ لهم اللي أقل من 12 سنة من 5 إلى 11 نعم عندنا كبار سن بعضهم لسبب أو لآخر أو لتقاعس من حولهم و عدم يعني قيامهم بالنصح الواجب و الحث الواجب لهم يروحون يخذوا اللقاح ما أخذوه أو أخذوا الجرعة و ما أخذ الثانية و في عندنا اللي متردد و في عندنا الحامل اللي بعض من حواليها من أفراد المجتمع يخوفونها و البعض يجترئ حتى أنه يروح يشيع أكاذيب و يعيش الواهم و يعيش الكذبة و يروح يصدقها هو و يتناقل أمور ما أبدا لها أي أساس من الصحة و من الواقع و في الأخير يصد عنها واحد أو عشرة أو مئة أو ألف أو مئات آلاف من الناس تتذحرج فيهم الكرة إلى أن يكونوا في خانة الخوف لا نريد أحد منهم أن يصاب ولا نريد أن يصاب أحد بالأساس ولكن هم بالذات إذا أصيبوا لن تكون الوعكة خفيفة في نسبة مئوية منهم ستكون الوعكة شديدة و ستكون الحالة تستدعي الرعاية في المستشفيات أو الدخول للعناية الحارجة و هذا ما نرغبه و نسبة الوفيات التي نرصدها اليوم هي في غير مستكمل اللقاحات العنايات المركزة في غير مستكمل اللقاحات التي يحتاجون إلى العناية و بالذات على الأكسجين و يدخلون لأسباب رئيسية أصلها للالتهابات الرئوية بعد الإصابة بالفايروس هي هذه الفئة حتى لو وجدنا واحد ما أخذ الجرعتين و مر عليه كم شهر و احتاج شوية رعاية في الغالب تلقى داخل المستشفى و ليس عشان كوفيد اكتشفوا بالصدفة أنه كان عنده كوفيد أنه كان عنده أنه داخل بشيء ثاني ما هو كوفيد لذلك الأساس في الحالات التي قاعدة تدخل اليوم لطلب الرعاية أرجع و أكرر بوضوح من الأرقام التي قدامنا هم التي لم يستكملوا اللقاح مستكبري اللقاح و معززيه بالجرعة التنشيطية في مأمن كبير لذلك أقول لك نعم نستبعد العودة إلى الخطوط الأولى و الخطوط الصفر و لأننا في مأمن كبير لكن لا نريد لأي أحد أنه يتضرر لذلك بس نصحتين نتقيد بالاحترازات المطلوبة اليوم عشان نخفف منها التسارع و نخفف منها الإصابات و نلتزم بها الإجراءات و إن شاء الله بإذن الله بها لن نحتاج إلى أكبر منها زائد نسارع بتلقي اللقاحات المطلوبة علينا و مستحقة علينا إن كنا أخذنا الأولى و ما أخذنا الجرعة الثانية نبادر بأخذ الجرعة الثانية و إن كنا أخذنا الجرعة الثانية و مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر الحمد لله متاحة الآن نروح نأخذ التعزيزية التي تنشطها لنا جميل أنا أشكر لك هذا الوضوع في الإجابة دكتور موسيقى